اي ربما كان اليمنيون وغيرهم في لحظة استدكار لبدء عاصفة الحزم مساء السادس والعشرين من سبتمبر الفين واربعة عشر وربما سعت الميليشيا ايضا او هذا واضح لخلق مفارقة من شأنها القول انها لم تنكسر بعد بل لا يزال خطرها قائما وقادرا على الوصول الى العمق السعودي ليس هذا وحده ما سعت الميليشيا لاحرازه وفق دلالة التوقيت فقد ارادت ايضا ايجاد دافع معنوي يحفز جماهيرها للخروج والتظاهر صبيحة اليوم الموافق لحلول الذكرى الثالثة لانطلاق عاصفة الحزم نجحت الميليشيا في تحقيق جزء من اهدافها خصوصا تلك الانية المتعلقة بالحجد في المقابل بدت السعودية المتزاعمة لواء التحالف في موقف الفاشل في تحقيق الاهداف المعلنة للعاصفة وظهر ان ما صرح به سابقا عن تدمير تسعين بالمئة من قدرة الميليشيا الصاروخية لم يعد عن كونه كلام مؤتمرات صحفية الان وقد اخترقت اجواء المملكة بسبعة صواريخ باليستية في تهديد والابرز منذ بدء المواجهة لا شك ان مسار الازمة سيأخذ منعطفا اخر وان مساعي المبعوث الامم الجديد تم وعدها في منتصف الطريق قد تنجح السعودية والتحالف في استغلال هذه الحادثة دوليا لاخذ هدنة ولو محدودة من الضغوطات التي تمارس عليها لايقاف الحرب وقد تكسب تعاطفا دوليا ايضا وقد بدى هذا جليا في المواقف المنددة من قبل الكويت وبريطانيا واي كان ما ستحصل عليه السعودية فهذا لن يغطي فشل التحالف في انهاء خطر الميليشيا على اليمن والاقلي ولن ينسي الاخرين ان التحالف في مرحلة ما نسي الخطر الحوثي وذهب لخوض معركة جانبية في المناطق المحررة ادت في النهاية الى اضعاف الشرعية والضفر بمصالح جيوسياسية لم تكن ضمن اهدافه المعلنة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة